الخبر الأول لي عدنا عن تهجم متابعي نارين بيوتي على أناسو بيسان و موفلوكس فأحمد النشيط نزع على القناة هذا المقطع واللي كان مصور بي ويا موفلوكس و أناسو بيسان وحالياً لو تدخل على المقطع وتنزل بيها على التعليقات راح تشوف انه كل التعليقات مقلوبة بالانجليزي وقعوا اشخاص كاتبين وين نارين بيوتي وانه ليش مدى تصورون وياها طبعاً بالنسبة لاشخاص اللي ما يعرفون شون سبب هذه التهجمات فنارين بيوتي حالياً ويا موفلوكس ماذا يحشوني يا بعضوك ومشكلة صغيرة بيناتهم فالجيش نارين بيوتي يتهجم على اي شخص موفلوكس يصوره اياه الى حد ما يتصالح هو نارين بيوتي فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شو يرأيكم بهذا الخبر وهل يتشوفون ان موفلوكس يستحق هذا التهجم الذي يتعرض له او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات وانجازات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو سوبر فاميلي وصول قناتهم باليوتيوب للاثنين مليون متابع فان شاء الله الف مبروك وعقبال عشرة مليون يا رب ولا تنسون يا حبايب تباركو لهم بالكومنتات اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي ياسو ريدر في ياسو نزلت على حسابها بالانستقرام هذا الستوري اللي يتحمس بالمتابعين للمقطع حتنزل اليوم اللي رح يكون ويا ريدر الساعة بالستة طبع هاي صورة مصغرة مع المقطع اللي صراحة ممكن شن بينه ولكن ممكن يكون تحدي الخبر الثالث اللي عدنا عن رسالة قمر مار والفريق قبل ما قمر تسافر للعراق وتتركوا الفريق تقريبا شهرين الفريق كله منهم قمر نزلت على حسابها بالانستقرام هذا الستوري اللي كان حاطن بهذه الصورة للفريق وكاتبين عليها باقي ويتمدد اليوم يقصوا حتى لو سافر القمر الفريق باقي ما رح يتغير ونهي فترة واحد ترجع يعني فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج شو رأيكم برسالة قمر والفريق للمتابعين الخبر الرابع اللي عدنا عن أنس واصاله واصابة بدر واخيرا اتصالحه او للأسف يعني طبعا اللي شاف المقطع السابق فيعرف انه أنس مروى لغا الفولو من حساب اصابة بدر بالانستقرام ولكن بعد ما نزلت عني مقطعي أنس مروى رجع الفولو لحساب اصابة بدر ما هذا علمون تعرفون بس أنه أنا دامل ما سوي مشاكل بين اليوتيوبر وإنما دامل أحب الصالحهم وأحل المشاكل أوكي فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج شاركوا هذا الخبر وهل أنتم فرحاني وهذا الصلح أو لا الخبر الخامس اللي عدنا عن كشف حقيقتنا ريني بيوتي وأمها جلال نزل على سابة بدر انستقرام شوية استوريات كان بيها جلال ديح شوية أمها ولكن مثل ما شايفين بإيدها أنه هي كان أكون سيجارة وكانتريد الدخن طبعا المتابعين صدموا الموضوع وكنهم صاروا يتهجمون لكن بنها هي حرية شخصية وإحنا ماننا علاقة ولكن ممكن إن لو أكم متابعين صغار يتابعوها فهذا الشي غلط وإنشان يعرضون بالإستوري هي والدخن أعطوكم الإستوريات هذي شوفوها الأخرس شون بطلب سيجارة؟ والأعمى شون بطلب سيجارة؟ أمي تلك أعمى مو أخرس الأعمى ما بحكي؟ أمي تلك أعمى أمي تلك أعمى مو أخرس ومع شعوريين وبس والله هنا وصلنا لنهاة المقطعات من المقطع الجاوكم لا تحطون للاك تشاركو بالقناة هناك فيزي مقاطق مملكة القصص وبس مع السلامة شكرا 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 شكرا